الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جالسهم ناقشهم واسمعهم ليس إلا سعي بريد بنقل لأبنائكم بنقل لحضراتكم أفكار أبنائكم حواري بين الحوار اللي يدار بيني وبين يعني أبنائكم بنقل لحضراتكم مشاعرهم أفكارهم صراعتهم خواطرهم أملهم ألمهم اسمعني النهاردة حضرتك وكأنك بتسمع ابنك اسمعني وكأن حضرتك بتسمع ابنك ما أنا إلا سعي بريد النهاردة زي ما بقول لحضرتك مجرد وسيط حنقل اللي ابنك عايز يقوله لك اللي بنتك عايزة تقوله لك بس الحقيقة منعها خفها أو حبها ليكم أو خجلها أو حياءها بالتالي كان دوري أنا وكأن أنا باخد الضرب من هنا بوصلها هنا فيارد تسمعوا بقلبكم بعقلكم بكل جوارحكم اسمعوا لأولادكم اللي مش هيقولوه اللي مش هيقدروا يقولوه زي ما قلت لك خوفا حبا خجلا حياءا علشان كده أنا باخد الكلام بتاعهم ووصله لك الكلام ده منين؟ الكلام ده من الأولاد أثناء الحوار معاهم لما بيجولي لما بيشتكولي لما يبثوا إلي كل ما يجول في صدرهم وفي صدرهم وما يقدروش أن هما يقولوه لحضراتكم بيتكلموا معايا بحرية على اعتبار أنه يعني كلامهم حيبقى فيه مأمن وفي نفس الوقت يعني مش هيوصل ممكن يوصل للأب والأم بس بشكل لطيف لو أنا وصلته يبقى وكأنه بيوسطني أن أنا أوصل الكلام ده للأباء كلام عام ما هوش سر لحد ما شخص ما بهذا الشكل لكن يعني خلال سنين يعني ما فيش هيبقى شخص بعينه أو بمعنى صح حد يقولي أصله ممكن يكون حضرك بتزعي سر حد لا اطلقا اطلقا الكلام اللي ممكن أقوله هم حوالي عشر أو حداشر رسالة العشر رسائل دول يعني إحنا موجودين لدى ملايين الأبناء يعني ممكن ما يكونش ابنك هو اللي جالي وقالي بس صدقا الرسالة دي موجودة جوه حد من أولادك أكيد من العشر رسائل حتكون في رسالة موجودة جوه حد من أولادك مش قادر يقولها لك علشان كده ياريت حضرك تسمعني وتسمعني كويس قوي بقلبك قبل ما تسمعني بتسمعني بأذنك الرسالة الأولى وأنا حنقل زي ما الأولاد قالوا بمشاعرهم كل ما هنالك إن أنا ممكن إيه يعني نقلب تصرف بمعنى إن أنا ممكن أكون يعني إيه عدلت بس شوية بهذا الشكل لكن مضمون الرسالة مضمون الرسالة هو الكلام لدى يعني الأبناء ده هذا الشكل يعني لما تكون بنوتة صغيرة مثلا ده بغض نظر على الرسال مثلا ست سنين وهي تعاني من مخاوف خطيرة جدا مخاوف وبعدين بتكلم معاها فالبنت ما شاء الله كانت مفوهة وهي سن ست سنين بس كان زكاها اللغوي ما شاء الله عالي فالبنت بقول لها يا حبيبتي إيه ليه مخوفك حد بيضربك قالت لي لا أصل يعني بابا كل ما يزعل يخرج بر البيت ويقول يعني أنا رايح مش هرجع وماما طعو التعيط فأنا وكأن البنت بتتقمص شخصية ماما الخايفة ماما عارفة نهاية الموضوع لكن البنت خيالها عالي ما تعرفش نهاية الموضوع إيه وبابا بالنسبة لها السقف السقف اللي بيحمي ويمنع الخوف وبالتالي السقف ده بيسبب أمان والأم الأرضية فالأرضية بالنسبة لها منهارة الأم قدامها إيه بتعيط والأب مش موجود وكأن البنت في العراء وكأن البنت دلوقتي مفيش لا سقف ولا أرض تحتيها بهذا الشكفة مش متماسكة نفسيا فبالتالي تخايفة جدا جدا فبتقول لي كلام بسيط جدا بس ليه معنى قوي جدا بتقول لي يا دكتور أنا يا عمو أنا خايفة بابا يروح ما يرجعش فما بقاليش بابا وخايفة إن ماما تبقى مش ماما وخايفة إن ماما تبقى مش ماما فأنا ما فهمتش يعني إيه ماما تبقى مش ماما أو يعني توقعت بس قلت أسألهم أنتم سألت الأم هو بيقول إيه هو خارج بيقول أنا هتجوز عليكي بيقول أنا هتطلقك بيقول أنا هجيب واحدة تانية وبيقول للبنت وكأنه بيعمل عقله بعقل البنت الصغيرة وبيقول لها أنا هجيب لك أم أحسن من أمك أنا هجيب لك واحدة تبقى ترعاكي أفضل لا البنت عجبها ممتها أيا كانت أيا كانت ده حب فطري حب فطري موجود بينهم طيب ناخد الرسالة الأولى ناخد الرسالة الأولى أول رسالة من ابن بيقول يعني بابا أنت لا تعرف إلا الضرب هو أنت ما تعرفش غير الضرب بيقول للولد إيه بابا من يوم موعيت على وش الدنيا وإنت بتضربني أنا عملت لك إيه أنا قلت لك خلفني علشان كل الضرب ده والزل ده والإهانات دي أنت فاكر أن ضربك يعني حيربيني لا يا بابا كفاية أن أنا بحس أنك أنت بتكرهني فمن غير ما أقصد يا بابا والله بكرهك بس أنا بحبك والله بحبك بس حاس أن أنا بكرهك أنت هتخليني أكرهك وأنا مش عايز أكرهك لأن أنا بحبك بابا هو أنت ما كنتش صغير وكنت بتغلط هو أنت تولدت كبير كده على طول بتفهم مش كنت صغير وكان ممكن تغلط وممكن دلوقتي بتغلط في مية طريقة يا بابا علشان تفهمني هو أنت متعرفش منهم ولا طريقة إلا الضرب متعرفش ولا طريقة تانية أنت عارف يا بابا عايز أقولك على حاجة بس خايف أقولها لك خايف أقولها لك ومكسوف أقولها لك أنت عارف أن من ضربك لي بقيت خواف بقيت جبان بقيت سلبي بقيت في المدرسة الأولاد بيضربوني ومش قادر أعمل لهم حاجة بقيت كل مدرس بيضربني وكل حد كبير بقابله وكأنه صورتك يا بابا اللي بيضربني وأنا مش قادر أعمل أي حاجة أنا مش قادر أقولك أنك أنت عملت في ابنك كده وبتقولي أنا بضربك علشان تبقى راجل لا يا بابا ده أنت خلتني أقل من يعني اللي الصفر أنا بقيت بخاف من كل زميلي ولما أقع عندك يا بابا تستغرب لما أقع عندك تستغرب ما هو دالي في إيدي أنا مش عارف أخذ حق إيه فأقل حاجة أن أنا بعمل عدوان سلبي يعني أنا بصلح بس بعض المصطلحات والمفردات للأولاد يعني أنا بقع عندك دالي في إيدي ده كلام الولد لكن هو عدوان سلبي بدل ما أعمل عدوان عليك وبيعمل عدوان سلبي على الأقل خالص بيعاند يعني عدوان مضاد بيرجع لك الرسالة مستغرب يا بابا أن أختي جالها تبول لإرادي ما هو من ضربك ليها هي خايفة وبتنام خايفة مستغرب إن أخويا بيجذب ما هو خايف منك خايف منك فمش قادي يقول حقيقة فتعود يجذب مستغرب إن أخويا بيرد عليك ما هو ده أقل حاجة أقل حاجة يقدر يعملها معك بيرد ومش هيقدر يعمل أكتر من كده أنا مش عارف أقول لك إيه أنا بحبك لأنك أنت بابا ولا أقول يعني ولا أقول لك إن أنا بدأت أكرهك لأنك أصبحت يا بابا سر عذابي في الدنيا دي كانت أول رسالة بعنوان بابا هو أنت ما تعرفش غير الضرب طيب تعالوا ناخد تاني رسالة الرسالة التانية من ولد بيقول لولده ووالدته بيقول لهم بعنوان حرام عليكم ربتوني غلط بيقول أنا عارف إنكم كنتوا بتحبوني وعمركم ما ضربتوني ولا رفضتولي أي طلب على الإطلاق كل طلباتي مجابة كل رغباتي ملباة وهي يا دي المصيبة ما علمتنيش يعني إيه أأجل إشباع ما علمتنيش يعني إيه أأجل رغبة ما علمتنيش أصلا يعني إيه صبر ما علمتنيش قدر من الإحباط ولا دربتوني عليه ما دربتنيش على تحمل أي عناء في الحياة وبالتالي ما بقيتش قادر خالص حد رفض لي طلب ولا قادر إن أنا أأجل رغبة لو حد رفض لي طلب أثور في وشه ولو أي رغبة منعت أكسر الدنيا علشان حقق الرغبة حلال حرام مش فرقة ما تدربتش على إن أنا أقف ضد رغباتي ولا حتى قادر أعمل الواجب ومتعودتش الاعتماد على ذاتي ما عودتونيش أمي كان بتحميني حماية زيادة كانت بتخاف علي من الهوى الطاير وما تفتكرش هي فاكرة إن بره ما فيش هوى طاير لا ده فيه هوى طاير وفيه زعبيب وأنا عشتها ومرت بيها طيب حتى لو اعت في مشكلة مش عارف أصبر مش قادر أصبر ما تعلمتش ما تدربتش على الصبر وأول ما صاحبي شافني مرة كنت متدايق قال لي خد السجارة دي هتروأك هتهديك هتنسيك كل حاجة فأنا عايز أي حاجة أنا عايز أي حاجة تهديني عايز أي حاجة تودي للصداع عايز أي حاجة تريحني من جواي أنا مخنوق متدايق فبالتالي ما تعودتش إن أنا أأجل الرغبة أو ما تعودتش إن أنا أتحمل فبالتالي أخدتها منه كسجارة أعرف يا بابا طلعت سجارة إيه طلعت سجارة بانجو منها اتخلت على الحشيش ومنها اتخلت على الترامدول والتامول وأصبحت مدمنة علشان حضرتك ما كنتش بتدربني إطلاقا على أي إشباع يعني على أي تأجيل الرغبة بتلبولي كل الرغبات ودي كانت مصيبة ما عرفتش إلا لما كبرت وبالتالي من حسن إشفاقك على ولد قلت إشفاقك عليه المفترض إنك إنت حاولت إنك إنت تصلح ولكن ضرتني من حيث تريد الإصلاح بقت مدمن خلتني مدمن ودي كانت تاني رسالة حرم عليكم ربتوني غلط تالت رسالة رسالة سريعة تالت رسالة يعني من ولد بيقول للأب والأم رسونا على بر بابا ماما أنتوا من اللي بتعلموني كل حاجة وبتعلموني حتى القيم والمفترض تبقى قيم واحد مبقاش فيه قيم مجزأة القيم لا تتجزأ لكن انتوا بخلتوني دلوقتي متردد أنا مش عارف إيه الصحة وإيه الغلط إيه اللي عليه علامة حمرة وإيه اللي عليه علامة خضرة فأنا محتار ما عنديش حاجة رؤية واحدة فأنا متلخبط متردد مش عارف إيه الصحة وإيه الغلط إيه الحلال وإيه الحرام كنتوا بتضحكوا في وشي لما اشتم فرحانين جداً إن أنا بدأت تتكلم ولما رحنا عن دخلته أول ما قلت نفس اللفظ قلتوا عيب هو أنا مش عارف ده هو صحة ولا غلط هو أنا كده لما اشتمت المرة اللي أولاني كان صح والمرة الثانية غلط ولا المرة الأولاني غلط والمرة الثانية صح ولا دي صحة ودي صحة ودي غلط ودي غلط أنا مش فهم حاجة رسوني على بر بابا لما جيتش تهمت ماما مرة وأنا صغير اتبسطت جداً ولما عملتها معاك لأن ليدك مبسوط فقلت اشتمك أنت كمان نفس أبسوطك أكتر فادقيت جداً وضربتني هو أنا كنت بعمل حاجة صحة ولا كنت بعمل حاجة غلط أرجوكم رسوني على بر أرجوكم وحدوا المعيير أرجوكم إثباتوا على قرار واحد أو على أفكار واحدة أو على طريق التعامل واحدة أنا كل واحد بيعملني بطريقة بابا بيعملني بطريقة وماما تعاملني بطريقة وتتا تعاملني بطريقة وفي حد تاني لكم المربية بتعملني بطريقة فأنا مش عارف في أربع طرق فأنا مش عارف أي علامات موحدة وسبتة على ما حمر أقف وعلى ما خضرة أمشي أنا لقيت الدنيا جوايا مثل أخبطة بهذا الشكل لما كانت يعني لما كنت بتأخر لغاية الساعة عشرة برة كانت ماما بتقول لي لا ما نفعش تأخر أكتر من كده وانت كنت بتقول لي بقيت راجل تأخر براحتك فانا مش عارف يعني اسمع كلامين أو أتأخر ولا ما تأخرش يعني لما كنت بتحدد لي مصروف تلاتة جنيه ماما كانت من وراك بتيجي تديني اتنين جنيه كمان وبتكسر القواعد أو بتكسر القانون بتاعك وانت زي ما كنت بتكسر القانون بتاعها فانا ما كنتش عارف مين الصح ومين الغلط انا كنت اتعلمت ان كل قاعدة ليها شواز او كل قانون ليه ثغرات اتعلمت دلوقتي لما يعني ييجي الخطيب على المنبر يقول يعني يتكلم عن الصلاة فقول لا ما في قول آخر في ماما كان لها رأي تاني ممكن ما تبقاش الصلاة فيها يعني لو ما صلتش ما فيش مشكلة ولما الخطيب يجي يتكلم عن التدخين وانه حرام وانه الدكتور يقول التدخين ضار فكنت بقول لا طب ما كان في رأي آخر طول عملي متعود على ان في رأي رأي آخر ما عنديش حاجة اسمها حلال وحرام صح وغلط لان انا ما اتدربتش على انه في معايير سبتة ولا قيم سبتة كل واحد بمعايير وكل واحد بقيم انت تقول لي كلام وماما تقول لي عكس الكلام وتيتة ممكن تقول لي كلام والمربية تقول لي كلام كل واحد بيقول لي كلام ارجوكم رسوني على بر ودي كانت الرسالة التالتة الرسالة الرابعة بعنوان ابي انا اشعر بالظلم بابا انا شاعر بالظلم انت ما بتعدلش بيني وبين اخواتي حاسس انك انت بتحبهم اكتر مني انت بتكلمهم بهدوء وتكلمني بعنف دايما تمدحهم ودايما توبخني وتشتمني دايما تسمحهم انما انا ما تسمحنيش ابدا وتفضل زعلان مني بالاسبوع والاسبوعين هم تسمع لهم وانا مش طيق لكلمة زي ما اكون مش ابنك اهو انا مش ابنك يا بابا بابا مش عارف انت وايخد بالك ولا مش وايخد بالك يعني انت وايخد بالك ما اللي انت بتعمله ده ولا ده مش وايخد بالك منه يعني لكن انا وايخد بالي اللي انا وايخد بالي منه ان انا وايخد بالي منك وايخد بالي من طريقتك معايا وحاسس بالظلم أما سمعت قول حبيبك المصطفى وهو بيوصيك بينا وبيقولك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ما سمعتش الكلام ده بابا أنت عارف بتعمل إيه وإنت مشواخد بالك أنت بتزرع بيني وبين إخواتي الحقد والحسد والكراهية والبغضاء بتوغر صدري على صدر على إخواتي وربنا حسبك على كده ربنا حسبك على كده يعني أنت بدأت تزرع فرق بيني وبين إخواتي ربنا سمحك أنا شاعر بالظلم ودي كانت الرسالة الرابعة الرسالة من ابن يعني خامس الرسالة الخامسة بعينوان أبتي أنت السجان أبتي أنت السجان بيقول الولد بيشتكيلي بيقول لي وكأنه بيشتكي لحضرتك دلوقتي خلفتني علشان تتحكم فيي أكل اللي أنت بتحبه وأشرب اللي أنت بتحبه وأعمل اللي أنت بتحبه حتى اختياري لهدومي اللي أنت بتحبه اختياري للمدرسة اللي أنت بتحبه اختياري للعلم والأدبي اللي أنت برضو بترغبه اخترتلي الكلية اللي على مزاجك وأنا عارف أنك هتختار للعروسة برضو اللي على مزاجك أنا فين أنا مليش شخصية أنت خايف علي توم تحبسني جوه شخصيتك أنت ناسي أن أنا كان متفرد وأن أنا إنسان مستقل وأن أنا حد تاني غيرك خالص كان ممكن أكون أحسن منك كان ممكن أكون غير كده وإنت كنت هتفرح بي لو أنا كنت أحسن منك وأفضل وأحسن لكن خلتني مسخ مليش هوية مش عارف أنا أنا ولا أنا أنت ولا أنا مين مليش شخصية يا بابا عارف عايز أقول لحضرتك على حاجة تسمع أنه في حاجة اسمها الكابت ولد الانفجار الكابت ولد الانفجار تحكم والسيطرة اللي بتمارسهم علي دول حاجة في وقت أكيد مش حطي أجي في وقت أكيد هغير من زميل اللي واخدين حريتهم أكيد لو عملت حاجة سامحني عارف لما رحت الكلية حاولت تعود كل قهر وكل تحكم أنا آسف إن أنا أقول لك إن أنا شربت سجاير وعرفت بنات وحسقط لك مش علشان أنا غابي حسقط لأ ده أنا حسقط لك مرة أعمل حاجة من دماغي إن أنا أسقط دي حرية شخصية أسقط وبالتالي أنا أسقطش يا دكتور علشان أنا غابي لا ده أنا بسقط لهم بسقط لهم دي كانت الرسالة الخمسة الرسالة الستة كفاية إحنا طلبين هدنة دول الأولاد كلهم لما بيعودوا معي على لسانهم بوصل لحضرتك مضمون الرسالة كفاية الأولاد بيقولوا كفاية إحنا طلبين هدنة بابا ماما كفاية كفاية حرب كفاية خلافات كفاية نزاعات كفاية مشاكل حرم عليكم إحنا طلبين هدنة خليته البيت اللي هو المفروض سكن خليته ساحة حرب وإحنا مش عارفين نقف مع مين مش عايزين نزاع الحد مش عايزين نزاع الحد أنتم بتقتلونا كل يوم بتعذبونا مش عارفين ننام مش عارفين نذاكر إحنا مهددين داخليا إحنا خايفين خايفين نصحا نلاقيكم متطلقين وإحنا متشردين عارف يا بابا لما بتقولي أن أنا مش مركز أنا بيقعد في الفصل ودماغي في البيت دماغي معاكم أنا ممكن أرجع البيت خايف ما لقش أنت أو ألاقي ماما أو ألاقيكم من فصلين علشان كده مش قادر نركز في الفصل خلتوني أنا وأختي من غير ما تاخدوا بالكم بين أعداء ليه أعداء؟ لأن أختي وقفة مع ماما وأنا وقف مع حضرتك ما أنا خايف أقف مع ماما هتحرمني من المصروف ولو وقفت معاك حس بالزنب وأنا حسس بالزنب أن أنا واقف معاك ضد ماما الضعيفة أختي كرهة الجواز وأنا كمان أخي الصغير بيفكر يهرب من البيت أخي الصغير بيفكر يهرب من البيت وأنا بحذرك يا بابا النزاعات بتاعتكم والخلافات بتاعتكم دي خلت البيت بالنسبة لنا مش طيقينه بندخل جهنم بندخل ساحة حرب وبالتالي الله يخليكم علشان رحتنا علشان خطرنا أرجوكم إحنا طالبين هدنا دي كانت الرسالة الستة الحقيقة أن أنا قدامي خمس رسال تانية لو الرسال دي ما كانتش عند حد من أولادكم أو مش منتبه ومستبصر قد تكون الرسائل اللي جاية إن شاء الله بس دي هؤلاء لك إمتى بعد الفاصل إن شاء الله أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة مهمة جدا جدا بعنوان رسائل عتاب من الأبناء إلى الأباء قلت لحضراتكم ستة رسائل أنا عايز حدك تعيد سمع هذه الحلقة مع نفسك وانت قاعد لوحدك من غير دوشة الأولاد من غير أي ضوضاء أنا عايز الرسالة تسخل جوه قلبك علشان تتحول بعد كده لواقع سلوكي تغير من نفسك علشان ترد على الرسال دي أنا عايز حدك ترد على الرسال دي تجاه الأولاد الرسالة السبعة من بنت ملتزمة لولدتها أمي أنت القضوة البنت بتقول ماما أنا بحبك لكن ليه عتاب عليكي ماما من يوم ما وعيت على وش الدنيا ما شفتكيش أبدا بتشغلي قرآن في الشقة كله أغاني وكلبات وعمري ما شفتك جايبة قناة دينية كلها قنوات مسلسلات وأفلام وبابا جايب على المطشاط ماما قمت حفظة موعيد المسلسلات أكتر من موعيد الصلوات ممكن تفوتك صلة لكن مش ممكن أبدا تفوتك حلقة من مسلسل خلتيني زيك للأسف لولا لولا إن ربنا أكرمني وأنقذني لما خرجت برة وقابلت بعض الأخوات الملتزمات فهموني يعني إيه دين يعني إيه صلاة يعني إيه حب ربنا يعني حب الرسول يعني إيه حجاب يعني إيه حياة إسلامية أنا ما كنتش أعرف حياتنا ما كانتش كده ولا ماما قدوتي كانت كده فبالتالي ما كنتش أنا كده كنت حضيع لو لربنا أكرمني بإن أنا لي بعض الأخوات فهموني ديني وفهموني أعيش إزاي صح ماما أنا خايفة عليك أنا بحبك ربنا يسألك عن وقتك ماما أنا عمري ما شفتك مسكة مصحف إلا في رمضان أنا خايفة على أخوات الصغيرين منك صحيح كنت طول عمري بسمع الشاعر لما بيقول الأم مدرست إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي وما كنتش فهمة خالص معنى ده إيه إلا لما شفتك وشفت أمهات تانية وبعد كده أنا كبرت وفهمت إنه الأم مدرسة لو أعددتها بجد هتعد شعب بهذا الشكل وإحنا على الأقل شعبنا الصغير أنا وإخواتي فأرجوك أرجوك أنت القدوة أنت القدوة الرسالة التامنة من بنت للأب بعنوان أبي أيها الحاضر الغائب البنت بتقول بابا أنا مش عارفة أنت عايش معنا ولا مش عايش معنا أنت بر البيت على طول أنا محتاجة لك أنا حاسة بعدم الأمان أنا خايفة محتاجة أقولك حاجات كتير قوي مش حيفهمني حد غيرك مش حيحس بي حد غيرك محتاجة أن أنا حط راسي على صدرك وأشكوي لك من حاجات كثيرة جدا أنا مش عارفة أنت لسه فاكرنا ولا نستنا مش هريعك شركاتك أصحابك أصحابك واخدينك مننا أنا بقيت أكرههم دول بقوا سر عذابي وبقوا ألد أعدائي اللي هما أفضل أصدقائك بقوا ألد أعدائي لأنهم حرموني منك بابا لو ما وجدتش حب جوه البيت ده ممكن أبحث عن الحب بر البيت أنت بتدفعني للضياء لو ما لقيتش حد يسمعني جوه البيت ده أنا ممكن أدور على حد يسمعني بر البيت وأنت عارف النهار ده التليفونات بتجي كتير وأنا بقاهم لأن أنا بنت جدعة وشطرة بس لقيمت يا بابا حرمانك هو اللي هيدفعني عدم وجودك جنبي هو اللي هيدفعني إحساسي بأن أنا ماليش ضهر هو اللي ممكن يخلي زئب بشري يخترق بيتنا أنت السند أنت الحماية أنت الوقاية أنت السقف مفيش سقف ولا حماية ولا وقاية وأنا بشر أنا ممكن أقع أنا بالشعر بحب في البيت ده ولما أقول لحضرتك أنا عايزة أشوفك بتقول لي أنتم نقصكم حاجة أنتم عايشين أحسن عيشة بتاكلوا أحسن أكل بتلبسوا أحسن لبسوا في أحسن مدارس عايزين إيه تاني عايزين من إيه بابا أيها صحيح أحسن أكلوا أحسن لبسوا أحسن مدارس جزاك الله خيرا لكن كمان نقصنا حاجة كبيرة أوي نقصنا أنت أنت يا بابا أنت أشبعت رغبات الجسد لكن في رغبات الروح لم تشبع قلبنا هو اللي بيدور عليك هو اللي محتاجك أرسل إليك هذه الرسالة علشان أذكرك بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الوقاية في الآية يا بابا مش بس أكل وشرب ولبس ومصروف لا الوقاية وقاية نفسية وقاية روحية وقاية دينية وقاية خلوقية وقاية نفسية وقاية اجتماعية أننا أحس أنك أنت بتضلل علينا أننا أحس أنك أنت سقف موجود بتمنع أي حد يخترق بيتنا إحنا بقنا تقريبا بنقفل الباب ست سكات أنت ما خدتش بالك أنا أنا غيرنا ست سكات يا بابا لأنك أنت مش موجود عارف لما بتبقى موجود بنتطمن وننم تطمنين الباب مقفول مش مقفول ما بتفرقش معنا بابا أنا ببعط لك الرسالة دي علشان أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سائل كل راعي عن مسترعي حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته وأنا بذكرك بكلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وكمان ماما في الشغل أنتم الاتنين برا البيت على طول أنا حاسة أننا يتيمة يتيمة وأنا على قيد الحياة أو أنتم على قيد الحياة وصدق الشاعر إذ يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له وهم من تخلت أو أبا مشغولا وحضرتك مشغول عننا على طول فإحنا حسين أننا يتيمة وإنتم على قيد الحياة الرسالة التسعة من ابن لوالده الرسالة تخيل بقى لما الابن هو اللي بيقولها للأب تخيل 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 ركز معايا أيها الأب أيها الأم لما الابن هو اللي بيقولها للأب الابن بيقول إيه بابا نفسي أصلي معك بابا مشوف تكشف حياتك بتصلي ولا بتروح جامع خلتني للأسف زيك هطلع لمين يعني أنا نفسي أصلي نفسي أروح جامع نفسي أمسك في إيدك وإحنا رايحين جامع بس أروح مع مين ماليش غيرك أنا مش عارف هو المسجد التعمل لكل الناس يا بابا ولا لبعض الناس لو سمحت رد علي أنا ابنك الصغير باسم الحقيقة أفهم بابا هو حضرتك بخصم ربنا علشان كده ما بتروحش لبيته أنا بشوف صاحبي كل يوم ماسك إيد والده ورايحين المسجد وإنت عمرك ما عملتها معايا زان بيفرق بتك أنا بغير قوي من صاحبي وهو بيروح مع بابا وبيتنطر وبيجري ورايح الجامع ورايجري عن الجامع وإحنا ما نعرفش يعني إيه جامع خالص ما نعرفش عن إيه مسجد صاحبي قال له قال لي في مرة وإحنا عاديين بنحكي مع بعض إن والده يعني لما كان دايما يقول له صلي 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 وإنت عمرك ما قلت لي صلي بس هتقول لي إزاي بابا هتقول لي إزاي إنت أكيد مكسوف إنك إنت بتصليش وبعدين أخوه كان بيقول لما عدت عشر سنين كمان بابا ضربني ضرب بسيط كده علشان أنا ما بصليش هل ممكن تعمل كده معايا ما أعتقدش أساسا ممكن تفرح إن أنا ما بصليش علشان مش بحرجك قدام ماما ولا قدام الناس يعني هل لو صليت ممكن دايئزيك أنا مش عارف يا بابا لو روحت الجامعة وأنت ما بتروحش ده ممكن يخلي شكلك وحش قدام الناس فأرجوك ما تخليش شكلك وحش قدام الناس يعني ما تخلينيش أطلعك وحش فممكن الله يخليك يعني تروح الجامعة وتخدني معاك يعني أنت عمرك ما طلبت مني أصلي أنا عارف إنك مكسوف لإنك أنت ما بتصليش بابا أنت القدوة حرام أطلع زيك أنت ما سمعتش قول الله تعالى أعوذ بالله من شطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يا بابا أنت بتجري علشان الرزق الرزق حييجي إن شاء الله الرزق حييجي إن شاء الله لما تصلي لما تتقل الله وتروح المسجد وتخدني معاك ده الرزق الحقيقي بابا أنت ما سمعتش قول النبي صلى الله عليه وسلم مرء أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ما سمعتش خالص الكلام ده وأنا عدت العشر سنين دلوقتي وإنت عمرك ما قلتلي صلي أنا ممكن أدخلك النار لكن المصيبة إن أنا كمان هدخل النار بابا أنا نفسي أصلي معاك ودي كانت الرسالة التسعة الرسالة العشرة بعنوان بابا أوعت حرقنا بدخانك بابا من ساعة ما كنت جنين وإنت مضايقني بسجارتك وخرجت للدنيا لقيتك ماسك نفس السجار والمصيبة إنك بتدخن في وشي وإنت مش حاسس بي تعبتني وجبتلي ربو وكل ما تدخن تقول للولد ده بيروح فين بتستغرب بروح فين عارف أنا بروح فين أنا مش قادر أقولك بطل تدخين مش قادر أنت بابا المفروض أنك تفهمها لوحدك مابا مش أنت برضو كبير وتفهم كل حاجة مش برضو أنت كبير يا بابا وفاهم إن السجار حرام ماما بتقول السجار حرام وسمعت الدكتور مرة بيقول السجار يعني فيها أضرار كتيرة جدا جدا بتستغرب لما بتدخن فجأة ما تلاقنش جنبك عارف أنا بروح فين أنا بطلع يا بابا عارف السطوح عندنا فوق في عشة فراخ مجرد ما بتدخن أنا بسيبك وبطلع فوق عند عشة الفراخ عارف ليه أنا بلاقي فيه يعني الفراخ بتحدي على الكاتكيت بتوعها كده وبتحضنها وتلعب معاها وعمري ما شفت ديك يعني ولع سجارة وأزل كاتكوت الصغير حسيت أن أنا كنت محتاجة أكون مكان الكاتكوت ده وما كونش ابنك حسيت أنه الدك ده أفضل منك حسيت أنه كل الكائنات ما بتعصش ربنا وما بتدخنش أنت ليه يا بابا ده أنت بشر وعندك مخ وعندك عقل أنت ليه بتضريني وانت عارف أن أنا بتعب جدا من السجاير علشان كده أنا بسيبك مجرد ما بتدخن أنا بطلع فوق بطلع فوق لأن أنا متصور أن فيه حياة تانية أفضل متصور أن عشة الفراخ دي الفراخ اللي ما تفهمش دي بحس أنه الكاتكوت ده عيش أحسن مني أنا بغير من الكاتكوت لأنه يعني الفراخ ما بتدخنش وأنه ديك ما بيدخنش وما بتعبوش وبالتالي أنا بطلع وبسيبك فوق فالله يخليك اوعى تحرقنا بدخانك عايز أقولك حاجة يا بابا بس يعني المصيب أن أخويا بدأ يقلدك وأنا شفته مع صحابه بيدخن ومرة شفته بيدخن في الحمام أنا خايف عليه يطلع زيك يا بابا هو لو طلع زيك يبقى كويس ولا وحش يا بابا مش عارف هو أنت كويس بس وحش فمش عارف لو طلع زيك يبقى كويس ولا بيطلع وحش أنا نفسي يطلع زيك بس مش بس مش عايز يطلع زيك فأنت كويس ولا وحش وهو لو طلع زيك يبقى كويس ولا وحش والمصيبة بقى أن أنا سمعته باتفق مع صحابه يروح يضربه بنجو ويشربه حشيش بابا أوعى تقول هو إزاي بيدخن وبيشرب بانجو وحشيش أوعى تلعوم غير نفسك أنت السبب يا بابا أنت طبعا يعني كان نفسي تسمع قول الشاعر هو بيقول لك مش الطاوس يوما باختيال فقلد شكل مشئته منوه قال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدون وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه يعني أخويا بيقلد حضرتك يا بابا زي ما حضرتك عملت بالضبط هو عمل في نفس الطريق اللي انت مشيت فيه هو مشي فيه بالضبط معرفش حضرتك لما تيجي تتكلم معاه حتلومه ولا حتلوم نفسك أنا عارف أنك أنت في مرة قلت له إياك تدخن لكن يا بابا أفعالك منقضة لأقوالك هو بيتأثر بأفعالك أكتر من أقوالك وانا سامع ماما لما قلت لك أكتر من مرة للدكتور صالح بيقول في برنامج فن التربية على قناة الرحمة بيقول لي أن التواصل بين الأب وابنه ونسبة التأثير والتأثر بين الأب وابنه 93% منها تأثر غير لفظي و7% بس تأثر لفظي بكلامك اوعد دخن ده كلام ده 7% بس التأثير لكن 93% تأثر غير لفظي بيقسموها 55% تأثر بصري شايفك شايفك كده يتأثر 55% و38% تأثر سامعي و7% بس اللفظي يعني كلامك نسبته 7% بالضبط يعني احنا بنقلدك من خلال كلامك لينا ونصايحك 7% لكن من خلال أفعالك 93% فأنا كنت صغير وشايفك بتدخن وانت أحسن حد في الدنيا أحسن حد بتفهم كل حاجة يا بابا فلما كنت بتدخن أنا كنت بفتكر أن السجارة دي صح ما هو بابا عمره ما يغلط أكيد بيعمل صح بابا معقولة يا ناس يعمل غلط بابا أنا يعمل غلط ما يعملش غلط ده هو رمز القوة بالنسبالي ده هو رمز الأمان بالنسبالي ده هو اللي بيطعمني ده هو اللي بيجيب لي كل حاجة أساسا وبيقول لي صح وغلط فأكيد ده صح فأنا من وقتها قررت يا أبتي على الدرب يا أبتي مش هاخونك لازم أرفع الراية البيضة من بعدك حتى لو موت أوعدك إنه لازم أدخن لازم أعمل صح زي ما كنت بتعمل صح لأنك إنت أكيد أكيد كنت تقصد إنك إنت تدربني على إن أنا أدخن بس بأفعال هو لازم كل حاجة تقولها أنا بفهم برص بفهم إنك إنت كنت تقصد تقول لي دخن فعلا عشان كده مش هغزلك أنا هدخن وإنت حي وإنت ميت أنا هستمر هدخن بس سمعت مرة بيقوله ده حرام فأنا لو دخنت وإنت حي فأنا كل زنب بيبقى برضه في ميزان سيئاتك ولو دخنت وإنت ميت فبدالما أبعت لك رحمات أبعت لك نار أبعت لك زنوب أبعت لك سيئات أنا مش عارف يا بابا الله يخليك الله يخليك إوعد حرقنا بدخانك إوعد حرقنا في الدنيا إوعد حرقنا في الأخرة بدخانك الله يكرمك بابا أرجوك إلحق أخويا قبل ما يبقى مدمن بس قبل ما تلحقه أرجوك إلحق نفسك الأول وإوعد حرقنا بدخانك الرسالة الحادات عشر والأخيرة من ابن بيعاتب والده الرسالة بتقول عد يا أبي عد يا أبي أبي أنت فين أين أنت سبتنا هجرتنا سفرت بعيد علشان الفلوس وقلت لنا هاخد سنة السنة بقوا سنتين بقوا ثلاثة بقوا أربعة دخلنا في عشر سنين وبنقول لك يا بابا ارجع أنا مش عارف يا بابا أنت سايبنا علشان اي أنت فاكر شكلنا فاكر شكلنا يعني أنت محيش معنا محيش معنا لما أخيها الصغير تعور ووجرينا بيع لمستشفى محيش معنا لما أختي الولد عكسها في الشرع محيشتش معنا لما اتخنقنا مفر محيشتش معنا لما عملنا يعني حفلة بالنجاح محيشتش معنا الحاجات دي كلها بابا أنت بالنسبة لنا وكأنك بقيت ممول اقتصادي يعني بنحبك فأرجوك عد يا أبي أنا بشوف الأولاد كلهم بيبقوا حوالين أباهم بيلعبوا معاهم بيذكروا معاهم وأنا بدور عليك في كل قوضة كل يوم عاود ألف عليك مش لقيك وعاود لوحدي أنا خافت تكون نسيت شكلنا ملامحنا وكل ما أقولك كفاية غربة ترجع تقول لي آخر سنة هو أنا بعمل كل ده معلشان مين معلشان خطركم يعني أنت اللي علشان خطر إيه عودي يا أبي أنا حضيع عايز أقولك أنا مبيتش صغير أنا دخلت على 12-13 سنة وبيتعرف حاجات كان نفسي تفهمني الحاجات دي ما اللي تاكش وانت بتفهمها لي صحابي بعرضوا علي سجاير وبانجو حشيش وهم على فكرة عارفين أن أنا معايا فلوس أنا معايا فلوس كتير معرفش حضاك بتديني فلوس كتير بتتعوض غيابك عني بتمسح إحساسك بالزنب بتديني فلوس علشان تقول لي أهو مش حرمك من حاجة أرجوك أنت عملت اللي عايز تعمله ارجع وافتح أي مشروع اشتغل أي حاجة إحنا لو أنت موجود معنا 50% وعيشين عيشة 50% أحسن ما نعيش عيشة 100% وإنت مش موجود معنا أحسن ما تبني بنيان وما تبنيش إنسان سمعتش إنه الساجد قبل المساجد وإن الإنسان قبل البنيان ما تبني ليش مصنع وتهدم شخصيتي ممكن أنا أهدم المصنع ابني شخصيتي وأنا أبني لك مصنع يا بابا أنا بقيت صيد سهل فريسة سهلة لكن الحمد للغد دلوقتي الحمد للغد دلوقتي أنا ما وقعتش الحمد للغد أنا ماسك نفسي صابر لكن أنا ما قدرش أقاوم كتير أنا بشر أنا حاسس إن أنا ماليش ظهر حاسس إن أنا ماليش ظهر فممكن بيتنا ده يخترق من أي زئب بشري زي ما قلت لك قبل كده إنه فيه أرضية دي موامة وفيه سقف ده حضرتك إحنا حاسين إننا عايشين من غير سقف مساعة أنت مشيت وإحنا بقنا نسك الباب ستتسكت لإننا إحنا يعني خايفين نايمين خايفين لما تبقى موجود معنا بنحس بمنتهى الأمان لو كسبت يا بابا مال الدنيا وخسرتنا المال هينفعك المال هينفعك أنا خايف أضيع معرفش يا بابا أنت اللي في الغربة ولا إحنا اللي في الغربة حقيقة مش عارف أنا اللي في الغربة ولا أنت اللي في الغربة يتخذنا معاك يا تيك تعود معنا طيب يا بابا أنت سافرت دلوقتي وسنك 30 ودلوقتي بقى سن 40 ولسه كمان بتقول الدنيا لسه قدامي لسه هعمل وعمل على سن 50 طيب يا بابا من 30 ل50 بقى سني 20 سنة وأنا ما عارفكش فلما ترجع لو عاندتك أو لو تعودت على أسلوب حياة مخالف لأسلوبك ما تلومش غير نفسك لأن دي حياتي أنا تعودت على أسلوب حضرتك عايز أقولك حاجة بس مكسوف عارف لما بتيجي أجازات بنقول له ماما الراجل ده همشي أمتى الراجل ده الراجل ده مش بابا حاسينك بقيد غريب الغربة ولدت اغتراب اغتراب نفسي مش حاسين بيك أساسا فبالتالي احنا آه آه يعني دخلت أخوها الكبير جمعة خاصة وبتاق جميل بس يعني وبعدين هي الحياة كلها مش فلوس الحياة كلها مش مباني الحياة بناء إنسان في المقام الأول فما بقولكش ما تسافرش سافر لكن على قد ما تقدر تكون نفسك وتقدر تبدأ حياتك ابدأ حياتك جنبنا وزي ما قلت لك نص حياة بيك غير لما تبقى حياة كاملة من غيرك فهتبقى حياة بلا حياة مش هنحس بوجودنا ولا بأي مشاعر ليك بعد كده بابا أنا أبعط لك الرسالة ده عشان أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كافة بالمر إثمن أن يضيع من يعول وأنا خايف عليك ارجع يا بابا أرجوك أنا عايز ترجع لينا حقيقة الرسالة دي 11 رسالة كانت من الأبناء للأباء وأنا قلت لحضراتكم ما أنا إلا ساعي بريد كل ما هنالك لما حضراتكم بتجيبوا لي الأولاد أنا بقعد أسمع الأولاد أنا مهمتي أن أنا أنصت مهمتي أن أنا أنصت والأولاد بيتكلموا ويسيبوا يتكلم 40 دقيقة مجرد تدخلي بيبقى بسيط جدا والكلام بيجيب كلام وفي مقاومة داخلية عنده وفي دفاعات حاجات بتصد الكلام قصادكم وقصاد كل الناس أنا بعرف أخرجها إزاي دي شغلتنا بس كمان لما بسيبه خالص في حاجة اسمها free association أو تدعي حر طليق وبيسترخي وبيبدأ يتكلم بيبدأ يسترجع ذكريات وبيبدأ يخرج مشاعر وبيبدأ أول مرة يشير الحجر اللي على صدره وأول مرة يبث مشاعره وأول مرة يتكلم عن آلامه العميقة اللي موجودة جواه الألام دي لحظه جوا الأولاد منين الآلام دي من الأعداء جاي من الناس برا جاي من الناس غريبة لأ لا كل اللي أنا قلته تقريبا الألام اللي موجودة جوا الأولاد والأحلام والطموحات والأمال والرغبات والمشاعر والصراعات والأفكار كل دي موجودة جوه أولادنا تجاه حضرتكم كل ما قنالك إن أنا زي ما بقول حضرتكم قمت بدور ساعة البريد نقلت لحضرتكم هذه الأفكار هذي المشاعر هذه الصراعات اللي موجودة جوه أولادكم بشكل بسيط جداً زي ما قالوها كل ما قنالك إن نقلتها بتصرف أضفت عليها بعض اللمسات النفسية علشان توصل لحضرتك علشان تبقى فاهم أولادك عايزين يقولوا لك إيه وكل كلام هم بيقولهولك بس بشكل غير مباشر وأحيانا الطفل بيقولك كلام بالعناد وبالتباول الإرادة بيرد عليك بيقولك أنا خايف بس بالتباول الإرادة أو بيقولك بالعناد بيقولك أنت بتعند معايا فأنا باعند معاك بيقولها لك بكل المشكلات القلق والعصبية والخوف والاكتئاب مشكلات النفسية كلها بيقولها لك بكل المشكلات السلوكية بالكذب وبالعناد وبنقص الثقة بالنفس وبالتباول الإرادة وبالخجل وبالخوف وباتلعثهم أحياناً وبرفض المذاكرة وبالتدخين وبالسجير وبالبنجو وبالحشيج بيقولها لك بالحرافات الجنسية بيقولها لك بالخروج من البيت هو بيقولها لك بكل الطرق لكن ربما ما قالها لكش بشكل مباشر لكن الرسائل طول النهار بتوصل من الأولاد للآباء بتوصل لحضراتكم طول النهار أولادكم بيتكلموا فأرجوكم انصتوا لأولادكم اسمعوهم بأذان صغية بقلوب واعية اسمعوهم بكل جوارحكم هتقدروا تفهموا الرسائل بس مش عشان تسمعها وبس لا علشان تقدر ترد على الرسائل دي علشان تقدر تفتح الجواب وتقرأ الرسالة وتشوف هو محتاج إيه وتلبي هذه الرغبات بكده هتكسب ابنك بكده هتكسب ابنك الحقيقة لو عايز ترجع للرسائل أكتر من كده ارجع حضرتك لحلقات العناد ونقص ثقب النفس والخوف والخجل لأغلب الحلقات موجودة على صفحة الفيس بوك على صفحة الفيس بوك لقناة الرحمة وصفحة الفيس بوك بتاعتي باسم الدكتور صلاح عبد الكريم هتشوف إزاي نعيد تاني التواصل بين الآباء والأبناء إزاي أن نحن نشيل الغربة والمسافة السحيقة البعيدة الكبيرة اللي موجودة بين الآباء والأبناء علشان أقوى رباط هو رباط العاطفة والشعور ورباط يعني الرباط النفسي ربما أقوى من رباط الدم ما أنت بتلاقي رباط الدم كل أخ في مكان والأب والابن في مكان ده رباط الدم لكن رباط الحب هو أقوى رباط من أراضي أن يبني يعني يعني بيته على صخور ثابتة أو من يبني بيته على صخور ثابتة لا يعبأ أبدا أبدا بالعواصف عايزين بيوتنا تبقى متماسكة علشان البناء النفسي لأبنائنا يكون متماسك علشان يكون شخصية مستقلة علشان يكون شخصية قوية علشان نبني أمة قوية جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالة جالسهم ناقشهم واسمع الرحمة وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر